مش عندنا درجات حب وكره عندنا كده طفل الحب احنا ما عندناش واحد لا اما بيحب لا اما بيكره وسعيد الستات بتعبر ده لكن هو مش حب لا ده عندنا طيف الطف في اقصى اليمين في الحب واحد بيحب حده وبيدوب فيه وبيعشاؤه وفي اقصى اليسار الكراهية طب وفي النص تخيل في النص في حاجة بيمر بيها كثير من الازواج اللي هو ايه بقى اللي هو حبه ولا كراهية طب ويمين الوسط يمين الوسط ايه بحبه اللي هو راحين ناحية الحب بقى بحبه وياريت بيحبني يبقى هناك أقصى حاجة بحبه وبيحبني وقبلها بحبه وياريت يحبني وبعدها قال لها حب ولا كراهية نيجي بقى هناك الكراهية قبلها إيه بقى دواجعني ومش قادر أحبه يبقى عندنا هو الطفة هو قال لها حب ولا كراهية في المنتصف على اليمين على يمين الوسط إيه بحبه وياريت يحبني زي ما بحبه في أقصر يمين بحبه وبيحبني وفي اليسار إيه اللي حاصل بيوجعني ومش قادر أحبه في أقصر يسار بكره أنا بقول لي الطفدة عشان نقدر نقيس نفسنا نقيس نفسنا بشكل صحيح لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحب يزيد الكلام اللي بقول لكم دي دي مفاهيم أساسية اعتبروها حقائق عن الحب مش هي مش اعتبروها هي حقائق عن الحب بقول لكم ليه لأن الحب مش عيب بس لازم من أول خالص كمان نعرف أن الحب ده أنواع احنا كل المشكلة عندنا احنا عندنا الحب ببساطة خالص لازم يبقى هو الحب الرومانسي بس الحب أنواع أول نوع من أنواع الحب بيقابلنا في حياتنا حب اسمه حب الفطري اللي هو الحب للأم حب للأب بس الحب للأم هو الحب الأول وعشان كده الحب الأولاني ده اللي هو حب حب الأم ده بيبقى الإنسان ما عندهش شيء يقدر يتحكم فيه فيه هذا الحب بحب أمه وعشان يخرج من الحب ده محتاج أعمال صعبة ولذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل حب الوليدين دول دليل من أدلة البقاء على الفطرة وبعد كده يجي الحب الرومانسي بقى الحب الرومانسي اللي احنا دايما بنعبر به عن الولاة والهيام وده يجي بعد كده الحب الطبيعي اللي هو حب الألفة بقى أن بعد ما نقعد مع بعض كده نقلف بعض نقلف بعض فيبقى الحب كأنه شيء ماشي بيسري في حياتنا وعلى درجات الحب بقى اللي هو الحب إيه؟ حب الموادة عارف ده زي إيه؟ زي درجات كده هو التوافق عندنا توافق وبعد الرضا وبعدين سعادة فيبقى عندنا أنواع كتير للحب أنا بكلم على الحب اللي بيمر علينا في حياتنا بكلم عن الحب باعتبار المسيرة بتاعت حياتنا حب فطري حب رومانسي حب ألفة حب في الآخر خالص الحب اللي احنا بنكلم عنه اللي هو الحب إيه؟ حب الموادة بقى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيجعله في قلب النسان اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما رزقت حبها اللي هو إيه؟ الموادة الموادة الحب اللي بيفضل طول الحياة ولذلك في حقيقة بقى ربعة لازم نعرفها احنا أول حقيقة إن الحب اللي احنا بنقول عليه مات ممكن ما يطلعش مات ممكن يكون إيه؟ في أدنى مستوياته طب نعرف إزاي إن الحب ماتش؟ بالعشر على مات بعد كده قلنا إن فيه طيف طيف للحب واتكلمنا على اللا كراهية واللا حب وعلى يمنها بحبه واتمنى إن هو يحبني وفي اليمين وفي أقصى اليمين بحبه وبيحبني واللا حب واللا كراهية على يسار الوسط فيه وجعني ومش قادر أحبه وفي الأخذ خالص الكراهية بعد كده راحنا نتكلمين على ماذا؟ على مستويات ودرجات الحب من أول حب الفطري الحب كمان الرومانسي الحب الطبيعي ويه المواد هم بيقولوا إن إيه بقى؟ في حقيقة كده هم بيقولوا يقولوا إن الحب الرومانسي ده هو بتاعت ثلاث سنين لكن إحنا بنقول لهم لا إحنا تعلمنا إن الحب ممكن ينتد طول الحياة طالما إحنا بنتحاب زي ما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم وحضرة النبي يقول المرء معه معه شايفت دي معه؟ يعني صحبة وعشرة المرء مع من أحب عشرة الحب دي طيب إحنا عرفنا من حضرة النبي إن الحب بيأتي بالتحبب طب هو الحب دي لي مكونات آه القاعدة الرابعة اللي إحنا بنتكلم عنها إن الحب لي مكونات الحب كده عمل زي الهرم كده إيه حكاية الهرم ده؟ العرم دوت بيقول لنا إن القاعدة بتاعت الحب دي هي الأمان الحب قاعدته هي الأمان ليه قاعدة الحب هي الأمان؟ قال لك مش حضرة النبي قال ألا أدلكم على شي إن فعلتم وتحببتم آه يا رسول الله نعمل إيه؟ قال أفشوا السلام بينكم وكأن السلام إن أنا مش بس أقوله السلام وعليكم وعليكم السلام ولكن السلام إنه هو يحس بأمان فالراجل يحس بأمان والست تحس بأمان إيه ده؟ والراجل بيحب إنه هو يشعر بالأمان كمان؟ آه طبعا الراجل عايز يحس بأمان إنه هو في عين زوجته إنه هو راجل إنه هي شايفاه إنه مقدراء إنه هو بطل في عينيها إنه هو حميها اللي هو زي ما التعبير العام عندنا بأنيها أنيها يعني إيه؟ هي كهفها اللي هي بتحس بيه بالأمان هو ساعتها يحس بالأمان هيحس إنه مش هتفرقه هيحس إنه تفضل معاه وكمان هي لازم تحس بالأمان تحس إنه هو مكتفي بيها تحس إنه هو شايفها أميرة زي ما هي شايفها بطل هي وهو شايفها أميرة ما بيقرنهاش بحد فتحس بالأمان ولا بيهددها ما يقولهاش كلام مش كل شوية يهددها بالطلاقة يبقى أول قاعدة الحب دي هي الأمان وبعدين فيه ثلاث أضلع بقى عشان الحب ده تبقى إيه؟ مسلس كده هارم حلو قوي إيه الثلاث أضلع ده؟ الثلاث أضلع الاهتمام والاحترام والتأدير القواعد اللي احنا قلناها دي قواعد أساسية في مسألة الحب قاعدة علامات بقاء الحب القاعدة التانية اللي احنا تكلمنا عنها هو إن الحب ليطيف القاعدة اللي بعد كده درجات الحب لغاية المواد ده الحاجة الرابعة اللي احنا تكلمنا عنها هو إيه مكونات الحب؟ طيب عندنا بقى حاجات عندنا تحديات فيها جدا جدا إيه هي بقى؟ إحنا هتكلم على بعد كده في الحلقات الجاية عن الكلام عن قضايا مهمة ده مش من قبيل التشويق لكن من قبيل اللي احنا هنعمله زي مسأل سؤال هل ينفع أرجع أحب مراتي أو ينفع أرجع أحب زوجي وكان سبب موت الحب عندي اللي انا ما سميه موت سبب انخفاض الحب عندي هو الإهانة إنه أهني وكسر قلبي وجرحني طب هو ينفع إن أنا أرجع تاني والحب يعلى وأهو أصلا أزاني بإن هو بص لحد تاني أو هي أزتني وبصت لحد تاني هو ينفع يبقى فيه حب والشخص بيكذب بيعبر عن الحب وهو مش باين على أفعاله إنه هو بيحبني هو ينفع إن الحب ده يحصل بعد ما هو حاول يعود تأصيري معاه بإنه هو يسمع لكلام حد تاني يقوله إن أنا بحبك عشان يعود تأصيري في التعبير له عن الحب قضايا ومسائل عن التكلم فيها حد يقول لي طب وإنت بتتكلم عن ده ليه؟ لإننا بتكلم عن أوجاع الناس وما نقدرش إن إحنا لازم نتكلم عن الحب نرجع تاني عشان يبقى الحب بوابة من بوابات الإيمان إزاي كلام ده؟ إنتوا مش عارفين إن حبكم لزوجاتكم وحب زوجات وحب الزوجات لأزواجها ده نوع من أنواع أن الإيمان يزيد وينقص قالوا إزاي كلام ده؟ حضرة النبي لما قال إنما رزقت حبها كان حضرة النبي بيقول إيه؟ إن حب السيدة خديجة بيوصلوا لحب ربنا يا أنا ربيض يعني أنا لما حب زوجتي أخذ حسنات زي ما حضرة النبي أشار إلى ده بدقة قالوا أيأتي أحدنا زوجته ثم يكون له أجر قال أرأيت إن وضعه في حرام نفس الكلام دي قاعدة كده في الحب كده قاعدة في الحياة الزوجية أرأيت إن وضع حبه في حرام؟ يبقى الحب اللي أنت هتحبه لزوجتك هو حب حلال والدليل على ذلك تشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة يعني إيه؟ حبك لمراتك وتعبيرك عن حبك لمراتك بالأفعال إيه اللي حاصل؟ عبادة لله يبقى الحب ما بين الزوجين ما بين أصحاب السعادة عبادة طب نعمل إيه؟ جراءات سريعة لغاية ما نكمل في حلقة الأسبوع اللي جاي نتكلم عن ده مساء البسيطة جدا جدا من النهاردة لو سمحتوا معبروا لبعض عن الحب يعني عيقول لي زي أقول له أنا بحبك وأنا مش حاسس بده ما هو أنا زي ما قلت الحب يأتي بالتحب يعني كل ما تعبر أفش السلامة بينكم إيه اللي حاصل؟ النهاردة خلينا ناخد ارتباط الحب بالعبادة إن احنا نبتدي التعبير عن الحب ثلاث مرات في اليوم نقول لأولادي ونقول لأسرتي ونقول لزوجتي بحبك بحبك لإن أنا بحب ربنا وإنت نعمة من نعم ربنا فلازم أحبك لإنك أنت نعمة من نعم ربنا لازم تقول لنفسك كده لازم تقول إن الجواز ده نعمة من نعم ربنا لإن هو اللي ادهو لك يبقى أول حاجة نبتدي النهاردة نعبر عن حبنا لأزواجنا وزوجتنا حتى لو ما وجدناش المردود اللي احنا عايزينه لإن المردود هيجي لما الحب يتحول إلى أولفة ويبتدي يغازل قلوبنا ويقول ما تيجي نعمل كده حاجة لطيفة تعالوا النهاردة كمان بعد ما نقول لنا نقول لشركاء حياتنا لأصحاب السعادة إن إحنا بنحبهم تعالوا نعمل حاجة كمان حاجة بسيطة كده من الحياة اللي هم بيحبوها زي إيه؟ زي هو لو بيحب يشرب مشروب معين نعمله له زي ما هي لو بتحب إننا نرتب معها ويطبق معها الغسيل أعود عم أطبق معها الغسيل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاكا بوجه ينطلق ودي التالتة لو سمحتم ابتدوا تبسموا في وجه بعض مش عايز نحرج نفسنا ونسأل نفسنا إيه آخر مرة تبسمت في وجه صاحبة السعادة وإيه آخر مرة تبسمت في وجه صاحب السعادة خلوني نعمل الإجراءات دي إن شاء الله ربنا يكبر بخطرنا ويوسع علينا ويتجلى علينا بالجمال لأن الحب كله جمال واللي عيحب ربنا عيجمي القلبه بإنه هو يحبه سبحانه وتعالى